موسيقى مرحبا أعزاء التلاميذ نتناول في هذه الحصة مهارة إبداء الرأي في اختبار المقال إذ يواجه التلميذ عادة جملة من الصعوبات في إبداء رأيه نذكر منها أولا صعوبة السيطرة على انفعالاته وانطباعاته عند إبدائه لرأيه في بعض قضايا المقال ثانيا يلتبس على التلميذ أحيانا التعليق بالنقد كما أن التلميذ لا يميز أحيانا بين أنواع إبداء الرأي ودرجاته لذلك نستهدف من حصتنا هذه معالجة صعوبات إبداء الرأي في اختبار المقال فكيف يمكن لنا أن نتعامل مع هذه الصعوبات للتعامل مع هذه الصعوبات يحتاج التلميذ عادة لخطة عمل قبل الامتحان وأثنائه أما خطته قبل الامتحان فتقوم على التمييز بين أنواع المواضيع حسب مطلوبها وكذلك على تبين الفوارق المنهجية بين المواضيع التي تقتضي إبداء للرأي والتي لا تقتضي ذلك فمن بين المواضيع التي تقتضي إبداء للرأي الموضوع الجدلي وهو ما كانت تعليمته من قبيل حل الوناقش أو هل ترى في كذا وكذا وكذلك لدينا مواضيع أخرى تكون تعليمتها من قبيل إلى أي مدى أو حل المبديا رأيك ولدينا نوع ثالث أيضا من المواضيع وهو ما تكون تعليمته عادة ما رأيك أو أبدي رأيك في كذا وكذا وكذلك على المتعلم أن يكون ملما بمقيس إسناد الأعداد أما خطة المتعلم أثناء الامتحان فتقوم على جملة من الأساسية أولها ضرورة التنبه إلى مقتضيات التقييم منذ مرحلة الفهم كذلك الحرص على ضبط مادة التقييم منذ مرحلة التخطيط وأيضا لابد من بناء خطة حجاجية في مناقشة الموضوع وكذلك على التلميذ أن يكون واعيا بمجالات التقييم في سياغة الموضوع ومحتوى وأساسا على التلميذ أن يكون واعيا بإمكانات التقييم فثمت تقييم أول يكون بدعم الموضوع وتثمينه وثمت تقييم ثاني يكون بإبداء الرأي في الموضوع بإضافة بعض النقائص التي لم تذكر فيه وكذلك ثمت نوع ثالث من إبداء الرأي يكون بتعديل الصياغة أو تعديل الأحكام الواردة في الموضوع وأما النوع الأخير من إبداء الرأي فيكون عادة بالدحض أي بنسف الفكرة التي قام عليها الموضوع ولتطبيق هذه الإمكانات سنحاول أن نتناول مع بعضنا البعض موضوعا من وحور رسالة الغفران يقول نص الموضوع ما رأيك في قول بعضهم لا تكمن فرادة قسم الرحلة في رسالة الغفران إلا في تعدد رواتها سبيلا إلى معالجة قضايا الغيب سنختبر إمكانة إبداء الرأي في الموضوع التالي يقول نص الموضوع ما رأيك في قول بعضهم لا تكمن فرادة قسم الرحلة في رسالة الغفران إلا في تعدد رواتها سبيلا إلى معالجة قضايا الغيب لابد للمتعلم أن يكون واعيا بأنواع التقييم وهي تأييد الرأي وذلك بأن ندعم الرأي وأن نثمنه وأن نضيف إليه بعض الأفكار التي تبين وجهته وكذلك على التلميذ أن يكون قادرا على إبداء الرأي في الموضوع عبر آلية الإضافة وذلك عبر إغناء الرأي بما يوسعه فنيا ودلاليا وكذلك ثمت إمكانية ثالثة لإبداء الرأي وهي التعديل ونقصد بالتعديل تعديل صياغة الموضوع وأحكامه المنطقية التي نرى أنها في حاجة إلى التعديل وأما الإمكانية الأخيرة فهي إمكانية الضحر ونقصد بها هدم الموقف السابق هدما ثاما وبناء موقف جديد بديل عنه لا يمكننا أن نبدأ آراءنا قبل أن نخطط لموضوعنا تخطيطا سليما فقسم التحليل ينقسم إلى عنصرين العنصر الأول ينطلق من فكرة فرادة قسم الرحلة ويربطها بفكرة تعدد الرواة وفكرة تعدد الرواة هي بدورها تصبح فكرة مفضية إلى فكرة ثانية وهي فكرة معالجة قضايا الغيب وهو ما سنقوم به في العنصر الثاني سننظر في الإمكانية الأولى في إبداء الرأي وهي إبداء الرأي عبر دعم الموضوع وتثمينه فإذا ما رام المتعلم أن يدعم رأيه ويدعم موضوعه فلينظر في موضوع الفرادة ويحاول أن يقيمه بربطه بالتراث النقدي العربي القديم والحديث فالفرادة موضوع نقدي في الأدب القديم والأدب الحديث وعدد ما يبحث المقاد عنها دائما وكذلك تعدد الرواة وجه من وجوه الفرادة تنفرد به قسم الرحلة في رسالة غفران ولذلك يجب دراسته وتحليله كذلك رواية الأخبار في رسالة الغفران تنسجم مع سياق ثقافي نقلي سائد مثل الإمتاع والمؤانسة وكتاب الرسائل وكتاب الحيوان كلها تقوم على الأخبار المروية الإمكان الثاني في إبداء الرأي وهو إمكانية إبداء الرأي بالتعديل ونقصد بالتعديل هو النظر في تركيب المعطى لتقييمه ونقده بطرق شدة موضوعنا اليوم يقوم على تركيب جديد هو تركيب الحصر فنلاحظ أن الموضوع ينطلبه بأداة النفيلة التي تنفي أن تكون فرادة قسم الرحلة في أمر آخر غير تعدد الرواة ومعالجة قضايا الغيب نلاحظ التركيب لا إلا وهذا التركيب يحصر الفرادة في باب فني وآخر مضموني وهو ما يجب علينا تعديله لجعل الجملة جملة تقريرية أو جملة أخرى بصيغة أخرى تمكننا من دراسة الفرادة دون أن توقعنا في مطب الحصر الإمكان الثالث في إبداء الرأي وهو إبداء الرأي بالإضافة ونقصد به إغناء الموضوع بمداخل فنية جديدة ومداخل مضمونية جديدة فإذا نظرنا مثلا في البنية القصصية في رسالة الغفران نلاحظ أن توليد القص من الترسل فكرة جديدة لم يسبق إليها أبو العلاء المعري بل كان رائد هذه الفكرة فمن رحم الرسالة تنبثق القصة ومن رحم أفكار متنوعة وموروث أدبي قديم كالشعر والأخبار والأيام يشتق أبو العلاء المعري أفكارا جديدة وقصصا جديدة وأخبارا جديدة كذلك نلاحظ في رحلة الغفران مدخلا جديدا وهو الخيال العجيب تلك الصور والخيالات التي ركبها أبو العلاء المعري من مرجعيات مختلفة تجعل قارئه ينشد إلى القصة انشدادا لا مثيل له وأما المسألة الثالثة فهي القضايا الأدبية فنلاحظ أن رسالة الغفران وخاصة قسم الرحلة فيها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نكتشف فرادته إذا لم نقف على قضايا النقد الأدبي مثل قضية نقدي الشعري وقضية التكسب وغيرها من القضايا وأما الإمكان الأخير في إبداء الرأي في هذا الموضوع وهو إبداء الرأي بالدحض والنسف وذلك أن ننطلق من معطى الموضوع ونقوم بدحضه ضحضا تاما وننسفه ببيان خطائه وتهافوته فالقول بفرادة قسم الرحلة في رسالة الغفران قول قد يكون يحتاج إلى المراجعة فإذا قلنا أن رحلة الغفران تشتق فرادتها من تعدد رواتها ومن معالجتها لقضايا الغيب فلسائل أن يسأل إذا كانت رحلة الغفران كذلك فلما لا نقول أن كريلة ودمنا أيضا لديها فرادة لأنها تقوم على تعدد الروات وتقوم على بنية التضمين القصصي وأما مسألة قضايا الغيب فنعتقد أنها ليست بمسألة جديدة فقد علجها أبو عثمان الجاحب في كتابه الرسائل عندما نظر في الكثير من قضايا الدين والغيب وغيرها هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصتنا شكرا لكم على انتباهكم ونرجو لكم التوفيق والنجاح